السلام عليكم ورحمة الله لقتين وربع خميرة ورشة ملح اول حاجة هنخلط الحليب الدافي مع الخميرة مع لقتين وربع صغيرين مع السكر انا هستخدم العجان هخلطهم الاول مع بعض بمضرب التقليب على سرعة متوسطة وبعد كده هبدأ اضيف البيض بالتدجيج بيضة بيضة اول ما يختلطوا مع بعض كويس هنشيل مضرب التقليب وهحط مضرب العجل وبعد كده هبدأ اضيف الدقيق كله هنضيفه كله مرة واحدة 3 كبيات ونص مع معلقة صغيرة من الملح هبدأ اخلطهم الاول على سرعة مخفضة وبعد كده هزود السرعة اول ما المكونات تبدأ تندمج مع بعض هبدأ اضيف الزبدة وتكون عندي لينة في حرارة المطبخ هبدأ اضيفها كده معلقة معلقة لحد ما تختلط كويس مع العجين احنا ممكن نعمل الخطوات دي كلها بادينا مش مش لازم العجانة بس هتاخد بادينا عجن حوالي 5-6 دقائق هنلمها كده من الاطراف ونسيبها تتعجن في العجان دقتين 3 بعد كده هنلمها من العجان انت هتحس ان هي عجنة ملزاقة شوية فهنشلها من العجان وهنبدأ انلمها احنا بقى بادينا هنرش بقى رشة كده خفيفة من الدقيق ما نزودش دقيق رشة كده خفيفة كل شوية رشة خفيفة لحد ما تحس خلاص ان العجانة بقت لعمة نعمة في ايدك ومعددش محتاجة خلاص دقيق كده خلاص العجانة ملمزها بقى ناعم بعددش محتاجة دقيق هنلمها كويس بس كده بادينا وبعد كده هنحطها في طبع هنحط فيه الاول كده معلقة كبيرة من الزيت هنغطيه الطبق كله وهنسيب العجانة تخمر هنغطيها وهنسيبها تخمر حوالي ساعة او ساعة ونص حسب حرارة النطبخ عندي هنا العجانة بعد ما خمرت هنرش رشة خفيفة من الدقيق وهنبدأ نفرد العجينة احنا هنفردها حوالي كده نص بوصة احنا مش عايزين نرققها علشان بعد كده الدونت ينفش معنا فمش هنرققها قوي هيبقى سمكة كده حوالي نص بوصة ده عندي السمكة بتاعها بعد كده هنقطعها بالقطاعة او بكوباية او ببولة حسب الحجم اللي انت عايزاه هنشيل كده العجين الزايد وهيبقى عندي صانية عليها ورق زبدة هنبدأ نرص عليها الكراط بتاعت الدونت او دواير الدونت العجين الباقي عندي هلمه كده من غير عجن وهبدأ افرده الافضل طبعا ان احنا نسيبه نرتاح شوية وبعدين نفرده ونكمل تقطيع باقي الدونت عندي خلاص الدونت قطعناه كله قطعنا الكمية كلها وبقى جاهز بعد كده بقى لو حابة تعمليه الدونت بالشكل العادي هنجيب كده غطى لو عندك قطع صغيرة او غطى اي ازازة ونبدأ نشيل الفتحة اللي في النص انا هعملوا كمية كده وكمية هسيبها علشان يبقى دونت سادة وبعد كده هنغطيه ونسيبه يخمر كمان ساعة عندي هنا بعد اما خمر كمان ساعة هنبدأ نسخن زيت على البتكاز ويكون زيت غزير بس مش هنسخن قوي اهم حاجة ان الزيت ما يسخنش قوي علشان الدونت يستوي وينفش من غير ملون ويغمق قوي هياخد كده على كل ناحية حوالي دقتين بس وهنشيله على طول ودايما النار متوسطة تحت الزيت ما تبقاش علي انا عندي يمكن حتى الضور الاول لونه غمق شوية احنا بنطلعه بقى فاتح عن كده بس هو دايما معانا الدور الاول بياخد لون على ما بتزبطي كده حرارة الزيت عندي هنا خلاص بعد ما قاليت الكمية كلها وعندي هنا الدونت السادة لنغطيه بالسكر والارفة طبعا وهو لسه سخن مهم جدا لها تغطيه بالسكر وهو لسه سخن بنغطيه بالسكر والارفة عندي هنا كباية من السكر الناعم مش البودرة وعليه معلقة كبيرة من الارفة وكمان دي القرات الصغيرة اللي كانت طلعت عندي من الدونت هنغطيها كمان بالسكر والارفة بيبقى طعمه حلو جدا مع الدونت الطبقة دي او لو حابة تغطيه بالسكر البودرة او بصوص السكر ان شاء الله هحط لينك صوص السكر للي حابب يرجع له في صندوق الوصف وبعد كده عندي هنا الشوكولاتة الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة كنا شفنا طريقة تستسيحها قبل كده في فيديو زي نسيحها بالطريقة الصحيحة وان شاء الله هحط اللينك بتاعها في صندوق الوصف بنبدأ نغطي الدونت وبعد كده بنحطه في التلاجة حوالي كده ربع ساعة لحدا ما يمسك وبعدين لو حابة تزينيه بخطوط من الشوكولاتة عندي هنا الدونت بالشوكولاتة البيضة هغطيه او هزينه بخطوط من الشوكولاتة البني والعكس برضو مع الشوكولاتة البني او هنا لو حابة تضيف مكسرات او الفارماسي او اي شيء حابة تزيني بيها اول ما تغطيه بطبقة الشوكولاتة بتضيفي على طول اضافات اللي انت عايزها وبعد كده بنحطه في التلاجة عندي هنا بعد ما طلع من التلاجة وكرات الدونت الصغيرة غطتها كمان بصوص الشوكولاتة مع السكر والقرفة وعندي هنا الدونت السادة بالسكر والقرفة لو حابة تحشيه بتجيب قمع بس يكون ارفع من كده وبتعملي فتحة صغيرة وبتبدأ تضغطي جوه الحشوة ممكن بنحشي بالمربع او بالنيوتلا او بالكسطر او بالكريم اي حشوة انت بتفضليها وعندي هنا حابة اوريكم الدونت من جوه هش خالص زي الاسفينج والقطن جميل جدا بصراحة ده عندي هنا اللي بالسكر ممكن تحشيه طبعا بيبقى طعم حلو جدا وبيبقى مناسب جدا للاولاد في المدرسة افضل من اللي مغطى بصوص الشوكولاتة وده عندي هنا اللي بصوص الشوكولاتة طبعا الاولاد في المدرسة صوص الشوكولاتة ممكن يسيح معاهم لكن الدونت السادة بالسكر والارفع او لو حابة تحشيه بالمربع والكسطر وياخدوه معاهم المدرسة هيبقى مناسب وحلو جدا وان شاء الله هياجب الاولاد عندي هنا الدونت اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وستفدتم منه ان شاء الله مع الف سلام ترجمة نانسي قنقر